يا مرحبا فيكم مساء الخير أحد العطور النسائية يلي لا استحسان من عام 2005 وحتى الآن يلي إذا استعملتوه تقريبا لا يقل سباتو عن 12 ساعة وممكن أكتر وإذا طبعا جربنا نسخة الـ Perfume أما إذا رحنا للتواليد ممكن نكون أقل من بساعتين ولكن عطر يبقى طويلا بتحسوا لفترات طويلة أنه كل ما عدت العطر أكتر وكل مطول كل مكان أجمل خلونا ما نطول عليكم كتير العطر هو أليان من تري موغلر تم إنتاجه عام 2005 مقدمته الزهور البيضاء وفي القلب الأخشب وفي القاعدة العنبر عطر شهواني بلسمي زهور بيضاء وأخشب العطر يمكن للوهل الأولى تحسوه تقيل وهو فعلا يعني تقيل ولكن كل ما عدت العطر على الجلد كل ما كان أحلى إذا بتحبوا العطور اللي تقيلة يلي أداءها عالي وسباتها كبير بنصح تروحوله أحد العطور المميزة جدا ويعني يعتبروا العطور السكسية راحت رائحته متفردة يعني ما في عطور كتير بتشبه هذا العطر إلى شقيقاته من نفس الشركة يلي طلع عليهم نسخ معينة وتسمية معينة أخرى العطر يعني لناس كتير بيقولوا أنه كل ما عدت أكتر كل ما كان ثباته أجمل بالنسبة إلي بنصح حتى للأخوة الرجال يلي بيحبوا يمكسوا عطرين مع بعض ممكن يعني يروحوا لهذا العطر مع عطر آخر رجالي ممكن يكون يعني حمضي أو فاكهي أكتر أو من العطور اللايت ممكن يطلع كتير حلو مع الأليان من تيري موغلر النسائي النوتة الفانيليا واضحة جدا فيه والياسمين كمان من النوتات الواضحة فيه وزهور زنبق الوادي كمان من النوتات اللي ظهرة فيه ولكن عاملين توليفة رائعة جدا يعني بده حدا يعرف بس كي يغمض عيونه ويتخيلها بالهنة إن شاء الله وترشوا عطركن جميعا بالهنة واللي اختار يروح لهذا العطر إن شاء الله بيتهنى فيه أرجو إنه تعتبروا هادي بس كالطلاع بس ولكن لا تشترووا شراء العمياني جربوا العطر وجربوا عجلتكن قبل بيوم وبعدين شوفوا إذا بتحبوا تروحوا يعني تشترو وهي كان معنا الفيديو لليوم ويكونوا بخير بأمان الله ترجمة نانسي قنقر